السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد الغنام النهاردة ان شاء الله هكمل موضوعنا اللي اتكلمت فين بارح اتكلمت عن الكابلات كان مجرد نبزة بسيطة كده عن الكابلات وقرمت بين مصطلح الكابل وبين مصطلح الواير قلتلك الكابل ده يعتبر ده المين فيدرز المغزي الرئيسي اللي بيغزي اللوحات تمام يبقى مصطلح الكابلات ده يطلق على المين فيدرز والوايرز ده بيطلق على البرانش سيركيت زي الانورة زي البرائز والوايرز اللي هو السلك العادي ده ده المفروض ده بيتوفر بمساحة مقطع صغيرة ممكن تلاقي السلك اللي هو 1.5 ملي 2.5 3 ملي 4 ملي فده بيبقى سلك اتكلمت عن الكابل استركشور والتلك الكابل ده بيتركب من 1.2.3.4.5 ان شاء الله هحاول حط الفيديو مع الفيديو ده النهاردة ان شاء الله هتكلم معاكم عن حاجة مهمة جدا هتكلم عن العوامل التي يجب اخذها في الاعتبار اثناء اختيار الكابل انت لما بتيجي تعمل سيزنجل الكابل او عندك حمل معين اخترت له سيركيت بريكر وبعد كده بتختار الكابل المفروض بتختار السيركيت بريكر على اساس الكابل وبعد كده بتختار الكابل على اساس طيار الكابل ولازم طيار الكابل يكون اكبر من طيار السيركيت بريكر تمام؟ السيركيت بريكر طيب العوامل اللي بتاخدها في اعتبارك اثناء اختيار الكابل يا باشموندس رقم واحد لازم تحدد الوبراتينج فولتج الوبراتينج فولتج ده على سبيل المسال احنا لما بنشتغل بيكون فيه عندي لو فولتج وفيه عندي ميديم فولتج وفيه عندي هاي فولتج طبعا في اللو فولتج بنستخدم فصيلة من الكابلات وفي الميديم فولتج بنستخدم فصيلة وفي الهاي فولتج بنستخدم فصيلة فلازم عشان تبدأ تختار الكابل صح رقم واحد تشوف انت عايز كابل لو فولتج ولا ميديم ولا هاي فولتج انا عايز كابل لو فولتج لازم برضه عشان تختار الكابل لازم تاخد في اعتبارك الوبراتينج فريكوانسي اللي هو التردد التردد بتاعك ممكن يبقى 60 هرتز أو 50 فبتشوف برضو تكرر مواصفات الكابل بتاعك تالت حاجة مهمة جدا وهو أنك ممكن تختار الكابل على أساس العزل العازل بتاع الكابل ممكن يبقى XLPE أو PVC طبعا الحسابات بتختلف إذا كان العازل بتاع الكابل XLPE و PVC شوية كده هتقارن بين النوعين بختار الكابل برضو على أساس الكوندكتور طيب المواصل المواصل ده ممكن يبقى نحاس أو الألمونيوم فطبعا الحسابات بتختلف معايا لو أنا اخترت كابل نحاس أو اخترت كابل ألمونيوم بختار الكابل على أساس الكور نمبر الكور نمبر زي ما احنا عارفين أن أنا بختار الكابل على أساس الكور نمبر الكور نمبر ممكن يتلاقي فيه كابل سنجل كور وفيه كابلات مالتي كور سنجل كور اللي هو بيبقى الكابل فردة واحدة فده ممكن نستخدمه في كابلات الصواعد او مثلا كابلات الارسل الكابلات المالتيكور ممكن يبقى الكابل تو كور وثلاثة واربعة وخمسة تو كور اللي هو بنستخدمه في اللاين والنيوترل او بنستخدمه في سنجل فيز لاين والنيوترل تمام المفروض بقى اللي هو سريكور بقى في الوايرز وفي الكابلز السريكور كابلز الوايرز بيبقى في عندي بنستخدمه في اللاينفي لما يكون عندي سنجل فيز ونيوترل وارس سريكور كابلز ممكن نستخدمه زي ده كده بنستخدمه في ال ميديم فيلتش بيبقى التوصيل دلتا يعني بيكون عندي محاول الداخل للمحاول بيبقى دلتا بيبقى عندي ثلاث فازات طيب لما يجي المفروض عندي الفور كور نحاس فور كور مثلا زي ده الامونيوم او نحاس تمام الفور كور ده بنستخدمه لما نكون شغالين لما يكون شغالين في بيكون فيه عندي ثلاث فازات ونيوترال تمام آآ باختار الكابل برضو على اساس الفولتش دروب الكابل ديزاين او الكابل سايزنج او اختيار الكابل لازم آآ يعتمد على الفولتش دروب يعني انا عندي حملة معينة اخترت سيركيت بريكر واخترت الكابل الكابل ده لازم احدد ماشي مسافة قديه وبعد كده ابدأ آآ اشوف حساباتي مظبوطة ولا مش مظبوطة عن طريق ان انا اعمل اختبار الفولتش دروب لو الفولتش دروب لو الفولتش دروب يا باشمانس لقيته في النسبة المسموح بيها اللي هي اللي هو ما يتعداش خمسة في المية يبقى اختيار الكابل تمام لو لقيت ان الفولتش دروب اعلى من خمسة في المية ودي يعتبر في المين في دارز لان الدائر الفرعزة الانورة والبراز ممكن الفولتش دروب المسموح المفروض ما يتعداش اتنين ونص لتلاتة في المية طيب اه لو لقيت الفولتش دروب في النسبة المسموح بيها اللي هي اقل من خمسة في المية باختيار الكابل زي الفولتش دروب اللي هي تطبر من خمسة في المية بعلى طول بلجأ للحلول ان انا قلل الفولتش دروب عن طريق رقم واحد ان انا ازود لكروس سيكشن اريا بتاعت الكابل وبالتالي المقامة بتاعت الكابل بتقل وبالتالي الفولتش دروب بيقل تاني حاجة يا باش مهندس اه بلجأ لها بعد تزويد لكروس سيكشن اريا ان انا ممكن استخدم حاجة اسمها الفولتش استابلايزر اللي هو منظم الجهد اللي هو بنستخدمه في البيوت لما يكون الجهد مش متزبط فده بيثبت الجهد عن 220 او غيره ممكن برضه عشان نقلل للفولتش دروب اننا نستخدم ممكن نعمل بس ده ما بنلجأ لهش عشان يقلل ولكن اول حاجة بنعملها اللي هو نزود مساعة مقطع الكابل بعد كده ممكن نستخدم بعد كده طول الكابل طول الكابل زي ما احنا عارفين بيتناسب طرد مع الفولتش دروب يبقى لو هتقدر تحافظ على انه طول الكابل بتاعك ما يكونش طويل فده حاجة كويسة لكن لو طويل ممكن الفولتش دروب بيزيد اخر حاجة بنلجأ لها زي ما بقولك البر فاكتور كوريكشن لما باجي اختار الكابل في عندي عوامل برضو بتأثر لي في اختيار الكابل زي الماكسمم آآ شورت سيركيت كرانت فالشورت سيركيت طبعا بيأثر في اختيار الكابل طبعا برضو العوامل اللي بتأثر لي على اختيار الكابل كيبو لانس وضحناها في الفولتش دروب وعرفنا ان الطول بيتناسب طرد مع الفولتش دروب آآ في عوامل برضو اللي لازم اخدها في اعتباري اثناء اختيار الكابل وهي ادي ريتنج فاكتورز ادي ريتنج فاكتورز انا لما باجي احسب عندي حمل معين وعايز احسب السيركيت بريكر فانا باحسب الريتت كارنت والريتت كارنت ده ممكن آآ يبقى كزا بعد كده ما ينفعش اجيب السيركيت بريكر على الريتن كارنت لان الريتت كارنت ده آآ الطيار عند الفول لود آآ فهنفترض انا حسبت الريتت كارنت عشرين امبير فبالتالي العشرين امبير مش هنفع اجيب سيركيت بريكر عشرين امبير لان لو الحمل اشتغل عند الفول لود فهيفصل حتى لما فيش عطله وبالتالي باجيب السيركيت بريكر الطيار بتاعه بكون اعلى من طيار الريتت بعد كده ببدأ اجيب الاي كيبل الاي كيبل بتساوي السيركيت اللي انا حسبته على ايه هو دريتنج فاكتورز دي عوامل محيطة بالكبل. العوامل المحيطة بالكبل اللي هو بحددها على اساس طريق التمديد الكبل. هل الكبل ده مدفون في الارض في الجراون. فلازم احدد عمق الدفن الكبل ممكن يبقى نص متر ستين سنتي تمانين سنتي متر متر ونص اتنين متر. فبيبقى في جداول في جداول السويد ان شاء الله في مرة تانية يعرفكم الجداول دي. هتلاقي فيه قولك الديبس في جراون تيمبريتشر. لو انا دافن الكبل في الارض فلازم احدد الجراون تيمبريتشر وبنانا احدد الجراون تيمبريتشر اه الجراون دريتنج فاكتورز. وفي عند الكبل لو ماشي على كيبل تريز فلازم احدد الار تيمبريتشر دريتنج فاكتور. لازم كمان يا باش معندس احدد هل في تجاور الكابلات. الكابلات ماشية ولا مالتي كور. اه اه ممكن برضو العامل بتأثرلي على اختيار الكبل. ان الكبل بتاعي ده اشوف هو ماشي على ماشي في دكتورت ولا ماشي في الحيط. ولا ماشي ازاي. اه فلازم احدد كل العامل دي وبنانا عليها اقدر اختار مناسب وابدأ اختار الكابل المناسب. تمام? اتمنى تكون اه المعلومة وصلت. وان شاء الله في مرات تانية حاول اتكلم عن موضوع جديد. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.